مسؤول أمريكي آخر إلى منطقة الشرق الأوسط سبقه آخرون يحمل نفس الملف في حقيبته السياسية وقف عمليات التصعيد العسكري في قطاع غزة أو هكذا يقولون على أي حال المسؤول الأمريكي هو مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت مكورك في زيارة تشمل مصر وإسرائيل لإجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية وجهود إطلاق صراح المحتجزين في قطاع غزة وسائل إعلام أمريكية كشفت أن المستشار الأمريكي سينقش مع المسؤولين المصريين آخر تطورات الصفقة المحتملة لإطلاق صراح المحتجزين في غزة وجهود وقف إطلاق النار في القطاع بعد أن شهدت القاهرة اجتماعاً رباعياً منذ أيام ضم مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل إسرائيل ستكون المحطة الثانية لزيارة بريت مكورك حيث سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يو أف جالانت الاكتياح البرية المتوقع لرفح الفلسطينية ومفاوضات إطلاق صراح المحتجزين حيث تريد الولايات المتحدة أن تسمع من حليفتها إسرائيل خطتها المحتملة لعملية الاكتياح البري لرفح وما تحدثت عنه من إجلاء المدنيين عن المنطقة قبل بدء الهجوم التحركات الأمريكية تأتي بعد أن قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في قطاع غزة حيث صاغت واشنطن هذا الاقتراح رداً على اقتراح جزائري العضو العربي في مجلس الأمن والتي طالبت فيه بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة زيارة كبير مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط للمنطقة تأتي في ظل مخاوف عربية وعالمية من الاكتياح البري المحتمل لرفح الفلسطينية والتي سيكون لها عواقب وخيمة على الأمن والسلام الإقليميين في الشرق الأوسط حال أقدم الاحتلال على مثل هذه الخطوة